تعود تسمية القهوة موك اليمنية نسبة إلى مكان في ميناء المخى الذي كانت تشحن منه حبوب القهوة اليمنية إلى أنحاء العالم قديما حيث يحاول الحاج عبد الكريم إعادة مجد البن الحمادي بمبادرته لبيع شتلات البن بمبالغ رمزية طلقنا مشروع زراعات واني شجرة البن في عدة مديريات في محافظة تعز من أجل إعادة مجد محافظة تعز وهو مجد ميناء المخى في 2019 طلقنا المبادرة وزرعنا حتى الآن ما يقارب 400 ألف شتلات بن عام 2025 سنصل إلى مليون شجرة بن شجرة البن اليمني باتت تقاوم من أجل البقاء أمام شجرة القاد التي استهدثت في مناطق شاسعة الأمر الذي تسبب باستنزاف المياه الجوفية في اليمن إضافة لانتشار الأمراض المزمنة بفعل المبيدات العشوائية للبن اليمني أسماء عدة تختلف حسب المنطقة التي يزرع فيها فمنها الحمادي والحرازي والمطري واليافعي والريمي والأهجري والحيمي وغيره من أنواع البن اليمني وصلت انحكاسات الحرب في اليمن إلى البن الذي تراجأ محصوله كثيرا رغم محاولات المزارعين في إحياء زراعته والتي تعود لسنوات طوال جعلت من البن اليمني علامة مسجلة ضمن أجود الأنواع في العالم مهيب المريري المشهد تعز